راجع كمال هو شاب من بلدية حمام الضلع ولاية المسيلة عشقت أنامله مداعبة الطين وصناعة الفخار هذا الفن الذي يعتمد على جمع مادة التراب مع الماء لتكويل الطين وعرضها على الهواء لتجف وتقديمها إلى النار فتكتسب قوة الاستدامة كما يبدو أنها بادرة حب جمعت عناصر الطبيعة الأربعة الأرض والماء والهواء والنار بهدف فعل تكويل فن الخزف ونحن كما كنا نخدمه حواجد دين كوبي وعلى شين كما كنا نشوف فاس كما هلكت عشنا واجيبوه لحق وحدة مئة ألف والشعب لا يقدر شي شريح نحن كوبي ونخدمه هنا نخدم بـ 21.015 في الزوالي إنسان يقدر يشريح الزوالي هذه خدمتنا والحمد لله خدمة مليحة والحمد لله نخدمه في الدينة الحمد لله خدمة يعني نحبها خدمة تحبها تحبها تحضمها غير أن مشكلة ندرة الماء وعدم تقديم تسهيلات للشاب كمال لإعادة تهيئة بئر تقليدي أمام منزله بقي حائلا دون ممارسة نشاطه بشكل أفضل بحكم أن الماء مادة حيوية مهمة وتتطلبها صناعة الفخار بشكل كبير منذ سنين نصنعه في صناعتنا نصنعه الفخار ولكن الفخار هذا الطين لازم نقول الماء نخدمه بالماء إحنا الماء عنا بير أنه قديم وجبنا باش نستصلحوا البير هذا طيحنا فيه طراب باش نصلحوه كما نقولون نحوله الطراب هذا كما نحوله الأمور هذه وقعنا مشكل من السلطات يعني باعونا جاءتنا السلطات لهون وحبوا يدونا اللي جاءت تصلحنا سيزي ودروا لنا برصوات 24 مليون يعني الدولة أنها دائم الشباب صبحنا أنهم فوتون في العدالة ودروا لنا رغم ذلك الأحكام أنها مطروحة في العدالة إضافة لارتفاع سعر المادة الأولية الطين التي تستورد محليا بأسعار باتت مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية فإلى متى ستتدخل السلطات المحلية للاهتمام بهكذا مواهب الشابة من شأنها توفير مناصب شغل للعديد منهم والمحافظة على التقاليد